موسيقى السلام عليكم أعزائي الطلبة برحب فيكم جميعا اليوم إن شاء الله راح نستكمل بقية أسلت الكتاب من المعدلات المرتبطة ورحنا وصلنا عند سؤال صبحة 91 أتدرب وأحل المسائل برجع بننبه عليكم ديروا بالكم هاي الأسئلة بدها شوية سياسة مش أمسكها ولازم أفهمها بيوم هاو أبصرعيش لا ديروا بالكم عادي لو هاي الأسئلة كل سبوع بحيمتلي 6-7-10 أسئلة كويس كل سبوع أنا ما بحكي كل يوم بسم الله الرحمن الرحيم هذا السؤال هون بحكيلي ترتفع كاميرا من الأرض مسافة 132 فت 132 قدم وترصد سيارة تتحرك على مضمار سباق تبلغ سرعتها 264 إذن هاي الكاميرا يا جماعة هايها وهاي السيارة السيارة بتمشي هيك هسا الكاميرا بترصد السيارة يعني بتصورها وسرعة السيارة معطنا إياها المطلوب الأول جد سرعة تغير الزاوية ثيتا عندما تكون السيارة أسفل الكاميرا تماماً طيب شوفوا يا جماعة هسا لما تمشي السيارة هيك رح يتغير المسافة هاي خليلنا نفرضها إكس ورح يتتغير الزاوية هاي اللي هي ثيتا هل ارتفاع الكاميرا رح يتغير؟ أكيد ما رح يتغير يعني المئة واثنين وثلاثين ثابتة الحل شوفوا يا جماعة شو راح يصير هسا احنا عنا هون المعطاء السيارة قدية سرعتها 264 سرعة السيارة عبارة عن تغير هذا الضلع يعني قداش معطنا إياها 264 وانتوا لاحظوا كل ما تمشي السيارة الضلع هذا شو بصير فيه؟ بصير يصغر عشان هيك السرعة تغيره رح تكون سالبة لأنه كل ما تمشي السيارة بعدها عن المسقط الرأسي للكاميرا رح يكون ايش متغير بالنقصان يعني بتناقص بعدها عن الكاميرا بتناقص هسا المطلوب سرعة تغير الزاوي ثيتا يعني دي ثيتا عدي تي هذا المطلوب عندما تكون السيارة أسفل الكاميرا تماما شوفوا يا جماعة لما توصل السيارة لهون معناته الزاوي هاي رح تنقرض رح تصير الزاوي ثيتا صفر أو لأيكس صفر نفس المعنى طيب هسا يبدأ أجيب علاقة فيها ثيتا اللي هي بما أنه الزاوي اللي قبالها معروف والمجاور معروف إذن منستخدم أحسن إشي التان تان ثيتا المقابل على المجاور منروح نشتق سيكن تربيع ثيتا دي ثيتا عدي تي تساوي لما نشتقه في ثابت تحت قلنا بظل زي ما هو 132 شو مشتقة اكس دي اكس على دي تي هسا الزاوي معنا الصفر منعوضها سيكن تربيع الصفر دي ثيتا عدي تي بدي إياها دي اكس عدي تي قديش معطنا إياها هون سالب 264 على 132 هسا يا جماعة كيف نحسب سيكنت الصفر زي ما بتعرفوا كوساين الصفر كم واحد السيكنت مقلوبه مقلوب الواحد كم رح يكون واحد واحد تربيع واحد دي ثيتا عدي تي 264 عمي وثنين وثلاثين اثنين إذن دي ثيتا عدي تي تساوي سالب 2 راديان لكل شو الواحد اللي عنا لكل سيكنت إذن هاي الفرع الأول هاي الفرع الأول راح أحل هسا الفرع الثاني جدت سرعة تغير الزاوي ثيتا بعد نصف ثاني من مرور السيارة أسفل الكاميرا شوفوا يا جماعة هاي السيارة بتمشي هون هاي الكاميرا هاي الكاميرا هسا السيارة ماشي هيك شو بحكيلي بدي سرعة تغير الزاوي ثيتا بعد نصف ثاني من مرورها وين أسفل الكاميرا هسا لما تمشي السيارة وصت أسفل الكاميرا بعدين مشيت إذن هذا الضلع اللي راح يتغير بدنا نفرضه اكس إذن دي اكس عدي تي قدين معطينا سرعة السيارة 264 نفس السرعة هايو ماشي هسا هون اكس متغيرة بس تزداد قاعدة بعدها عن المسقط الرأسي للكاميرا ايش بزداد هاي السيارة هسا بدنا سرعة تغير الزاوي ثيتا هسا لما أوصل الكاميرا للسيارة هاي صارت ثيتا زي ما بتعرف ارتفاع الكاميرا ثابت 132 قدر إذن اتكون عندي مثلث جديد والمطلوب نفس الاشي دي ثيتا عدي تي بس متى بعد نصف ثانية من مرور السيارة يعني لما الزمن هنا يكون نصف ثانية طيب نفس المبدأ ثان ثيتا المقابل على المجاور اكس على 132 منروح نشتق سي كانت تربيع ثيتا دي ثيتا عدي تي تساوي المائة وثانية وثلاثين بتنزل شو مشتق اكس دي اكس على دي تي طيب يا جماعة هسا منيجي دي اكس عدي تي معطينا ياها 264 منعوضها على 132 دي ثيتا عدي تي بدي اياها السي كانت انا ما معي الا تي شوفوا كيف عن طريق تي بدي اطلع كل شي هسا بما انه تي معانا نص بقدر اطلع اكس اكس شو قانونها دي اكس عدي تي ضرب تي اخذنا مقابل هيك انه المسافة اكس هي السلعة ضرب الزمن دي اكس عدي تي ضرب تي طيب دي اكس عدي تي قداش معانا 264 تي نص 264 ضرب نص 132 هاي قيمة اكس طبع انا بديش اكس بدي ثيتا لو عوضتها بالقصية تان ثيتا اوضوها بدل اكس بصير 132 على 132 اذا تان ثيتا كم واحد هس عندي طريقتين بما انه تان واحد مين الزاوي اللي تانها واحد اذا ثيتا بايع اربعة الطريقة الثانية اني اسخدم المتطابقة زي ما حكينا اللي هي سيكن تربيع بتساوي تان تربيع ثيتا زائد واحد وعوض التان قداش قيمة التان واحد واحد تربيع زائد واحد اذا ثيتا تربيع كلها بتطلع اثنين ولو عوضت البايع اربعة هون نفس المبدأ بطلع ثيتا البايع اربعة اللي هو مقلوب الكوساين كوساين البايع اربعة واحد على جذر الاثنين اقلبوه جذر الاثنين لو ربعناها لانه فيه تربيع شو بتصير اثنين اذا على الحالتين بطلع هون ثيتا تربيع قيمتها قداش اثنين. هسا منيجي اثنين دي ثاتا عدي تي تساوي. 264 على ميجي 32 على اثنين. على اثنين. إذن دي ثاتا عدي تي تساوي واحد. يعني الفرع الثاني ممكن يجي أكثر بالوزارة لأنه في فكرة أقوى شوي. مثال آخر مثال أو سؤال 23 من الكتاب صفحة 91 بسم الله الرحمن الرحيم. يتحرق جسيم على منحنة أفل اكس اثنين ساين باي اكس على اثنين. وعند مروره بالنقطة ثلث واحد. فإن الإحداث اكس لموقعه يزداد بمعدل جذر العشرة وحدة طول لكل ثاني. جد معدل تغير المسافة بين الجسيم ونقطة العصل. شوفوا يا جماعة. لو عملت رسمة تقريبية هيك. هون هذا المنحنة مثلا أنا بعرفش أرسمه. لو رسمته حيا الله. بحكي لي الجسيم بتحرك عليه. هاي الجسيم لو فرضناه هون بده يكون صورته اكس و واي أو اكس و أفل اكس. نفس المعنى. هسه بحكي لي عنده مروره بالنقطة ثلث واحد. لما يقول لي عنده أو بلحظة معينة قلنا هاي لحظة معينة ما إلي فيها. ما إلي فيها. هاي ما من استخدمها إلا بعد الإشتقاب. فإن الإحداث اكس في موقعه يزداد بمعدل جذر العشرة. إذن هاي الاكس بتتغير دي اكس عدي تي جذر العشرة. جد معدل تغير المسافة بين الجسيم و نقطة الأصل. هسه الجسيم هيه و نقطة الأصل هيها الصفر و الصفر. هاي المسافة لو فرضناها أس. إذن المطلوب دي أس عدي تي في هذه اللحظة. أي لحظة يا جماعة؟ لما يمر بالنقطة ثلث و واحد. ثلث و واحد. هسه منيجي. إحنا هون أس المسافة. مسافة بين نقطتين. على قانون المسافة بين نقطتين. جذر فرق الإكسات تربيع. إكس نقص صفر تربيع. زائد فرق الوايات تربيع. طيب. أنا دي أكس عدي تي معي. بس دي واي عدي تي مش معي. ما معي معطياتها. فإحنا حكينا أو إحنا منعرف إكس تربيع. الواي نفسها أفل إكس حكينا. هاي. هاي. اللي هي 2 صين باي إكس على 2 لكل تربيع. طيب. أس تساوي جذر إكس تربيع زائد. لو ربعناها 4 صين تربيع باي إكس على 2. خلص. بكل أريحية هسه بشرق. مشتقة الأس دي أس عدي تي تساوي. كيف نشتق الجذر؟ تحت. 2 في الجذر. زي ما هو. فوق مشتقة ما داخل الجذر. مشتقة لإكس تربيع. 2 إكس دي أكس عدي تي. زائد. هون من نزل أس بصير ثمانية. ساين باي إكس على 2. في مشتقة الساين كوساين باي إكس على 2. في مشتقة الزاوية باي على 2. دي أكس على دي تي. هسه أنا معاي كل شي. معاي الإكس ثلث. ومعاي دي أكس على دي تي جذر العشرة. بعوضهم كلهم. إذن 2 في ثلث دي أكس على دي تي جذر العشرة. ثمانية. الإكس هون ثلث. بتصير ساين باي في ثلث على 2. يعني بتصير باي على 6. اللي هي باي على 3 ضرب نص. باي على 6 ثلاثين. قد يساين ها نص. كوساين الثلاثين جذر الثلاثة على 2. في باي على 2. في دي أكس على دي تي. حكينا قد يش جذر العشرة. الكل على 2 جذر. الإكس حكينا ثلث تربيع. زائد 4. ساين. لو عوضنا الثلث هون بتصير ساين الثلاثين. اللي هي نص تربيع. ومنطلع الجواب يعني رقم خيالي بطلع. مش إنه رقم كبير بس بغلب شوي بالحسابات. هاي فكرة هذا السؤال. أنا ما بتوقع أنها صعبة. مثال آخر. سؤال رقم 24 صفحة 91. من الصباح مثبت بالأرض وهو يضيء على جدار يبعد عنه مسافة 12 متر. إذا سار رجل طوله 2 متر من موقع المصباح إلى الجدار بسرعة 1.6. جد معدل تغير طول ظله على الجدار عندما يكون على بعد 4 متر عن الجدار. خلينا نشوف أو نلخص السؤال شو بده. هاي الأرض. هاي المصباح مثبت بالأرض. هاي المصباح. بحكيلي يضيء على جدار يبعد عنه مسافة 12 متر. لو حكينا هون الجدار ببعد عنه من هون لهون 12 متر. طبعا هذا المصباح مثبت والجدار مثبت أكيد ما بتغير. يعني المسافة هاي 12 متر ثابته. إذا سار رجل طوله مترين من موقع المصباح إلى الجدار بسرعة 1.6. هسا الرجل لما يبلش يمشي هيك. لو فرضنا الرجل هايه هون. الرجل قد طوله 2 متر. هسا كل ما يمشي رح تتغير هاي المسافة وهاي. بس هو بحكيلي بسرعة 1.6 قزه عن هاي المسافة. يعني لو فرضنا هاي اكس بعد الرجل عن المصباح فرح تكون دي اكس على دي تي قديش؟ 1.6. لو بتفرض هاي بعده عن الجدار رح تكون سالي بليش؟ لأنه كل ما يمشي المسافة هاي بتزغر. جد معدل تغير طوله ظله على الجدار. هسا ظله على الجدار رح نوصل المصباح مع رأس الرجل. هاي ظل الرجل. واي. إذن دي واي عدي تي هاي تغير طول ظل الرجل. خيال الرجل. يعني لما يعكس المصباح الرجل رح يتكون الخيال هون. هاي دي واي عدي تي عندما يكون على بعد 4 متر عن الجدار. شوفوا يا جماعة. لما الرجل ببعد 4 متر عن الجدار معناته بده يكون قاطع مسافة 8 متر. لأنه المسافة الكلية كلها 12. لما ببعد عن الجدار 4 متر قده يبدو يكون قاطع؟ اكس رح تكون 8 متر. هذا المطلوب. هسه. كيف بدأت عامل مع سؤال زي هيك؟ أسئلة الظل دايماً أو الخيال بالعادي بتكون تشابه مثلثات أو على تان الزاوية. كيف؟ لو إجينا حكينا هذا المثلث طبعاً قائم وهذا قائم. لو أخذنا هاي الزاوية ثيتا. لو أخذنا تان ثيتا. التان بالمثلث هذا الصغير المقابل على المجاور يعني 2 على اكس. بالكبير هذا المثلث كامل كلياته المقابل واي والمجاور 12. إذن كمان تان ثيتا بتساوي واي على 12. هسه جبت علاقة بين اكس و واي لو ضربت تبادلي اكس في واي تساوي 24. إذن اكس ضرب واي تساوي 24. خلينا نخلي واي لحالها كونو بدي إياها على اكس على اكس. إذن واي شو تساوي يا جماعة 24 على اكس. بكلها ريحية بروح أشتق دي واي على دي تي سالب الثابت في مشتقة المقام دي إكس على دي تي على المقام تربيع. هسه دي واي على دي تي هيني بدور عليها سالب 24 دي إكس على دي تي واحد فاصل ستة إكس تربيع قداش أعطني إياها تحت هون هيها إكس ثمانية ثمانية تربيع. هسه سالب 24 خلص منطلع الجواب واحد فاصل ستة ثمانية تربيع ثمانية بثمانية عشان الاختصارات. 24 مع ثمانية فيها ثلاث واحد فاصل ستة على ثمانية فيها اثنين بالعشرة إذن الجواب النهائي سالب ستة بالعشرة لو ضربناهم. فكرة كويسة كمان من أسرة الوزارة اللي كانت تيجي زمان كثير يعني هذا السؤال كان كثير متعاهد عليه تجيبوا الوزارة.